وخطابة مسك أكيد مع المواهب الشبابية يلي عم تحاول رغم كل ظروف أنه تأثبت حالة وتترك بصمة كتير حلوة وتحديدا بالمجال الأدبي اليوم ضيفتنا بلشت بهذا المجال من عمر صغير وضلت مستمرة كتبت العديد من النصوص وشاركت بالعديد من المعارض وقلومسيات وأكيد يا ريشة لجانب الأدب كان في حصل للرسم أكيد هاي دي اليوم دائما نحنا ضمن صباحاتنا مثل ما قلناك مثل ما مندعم المشاريع المتوسطة والصغيرة أكيد منحاول دعم المواهب الشبابية اليوم دور الإعلام الإضاءة على هيئة الموهبة ودعمة لتكون ضمن الأضواء اليوم ضيفتنا هيك شابة عندها شغف بالكتابة عندها شغف بالرسم هنتعرف عليها وعلى مجال شغفها كيف هم تقدير تطور حالها وشو أهم النصوص اللي اشتغلت عليها وضيفتنا لليوم هي نور نور الله صالح أهلا وسهلا ست نور وساعة صباحك أهلا وسهلا فيكم صباحك خير نور أهلا وسهلا فيك خلينا هيك بداية نعرف المشاهدين عنك أكتر وعن بدايتك بالمجال الأدبي وشوف تخبريني اسمي نور الله صالح أنا حاصلة على الدبلوم معالجة فيزيائية عمر 22 سنة بدأت الكتابة في عمر صغير جدا أيوة أي عمر؟ تقريبا 14 سنة حلو أثرت فيه جملة الفنانة نوالا حينما قالت الفن هو وسيلة للهروب دون مغادرة المنزل فأنا دائما اعتبرت الفن هو تذكرة هروب لأي مكان أنا أحضره عليه أي مكان سواء بـ هروب من مشارك مثلا؟ هروب من ظروف؟ ممكن ظروف، ممكن واقع، ممكن مشاكل سواء بالبيت أو في المجتمع أو من أي مكان حتى هروب من ذاتي أنا نعم سواء بالرسم أو الكتابة تمام، اليوم يمكن في كتير مواهب تساهم بشكل كبير كبير أنه تطور من شخصية الإنسان إن كان قدراته الذهنية أو الجسدية لأي درجة اليوم تتلاقي الكتابة والمجال الأدبي قادر اليوم يأثر على شخصيتك؟ هلأ طبعا الكلمة إلى دور كبير بالمجتمع، الكلمة قادرة تؤثر بشكل كبير على الأفراد ككاتبة أنا ما بقدر قول أنه لسه يعني هلأ أعمال الأدبية في طور الحداثة ما بقدر قول أنه ممكن الكلمة تأثر على الإنسان، ممكن تأثر على مجتمع، ممكن تأثر على حدا بيحتاج هي الكلمة، بيحتاج أنه يسمعها طيب قلتي خبرتيني أنه معك نص، فينا نقرأ منه شيء، ما كانت تبتي، ما كانت الحالة التي حبيتي تكتب فيها، ما كنت مرقزة ضمن هذا النص؟ هلأ هي خاطرة، عبارة عن خاطرة قصيرة، إلها معنى عميق هل تمثل شيء جزئي منك؟ طبعاً أنا كل كتاباتي تمثلني خاصة الخواطر، دائماً الإنسان يمسك الألم ويكتب، يكون عم يكتب عن شيء جوهاته، يفرغوا على الورقة طبعاً الكتابة هي تعبر عن الإنسان، تعبر عن الكاتب، سواء من حالته أو مما يتأثر فيه من الواقع اللي عم يشفيه، أو حتى من القضايا الفلسطينية اللي هلأ عم يشوفها وعم يسمع فيها كمان هلأ هاي الخاطرة، هاي الخاطرة عبارة عن حالة ذاتية يعني بعيدة شوي عن الأدب المقاومة تفضلي كان المستأجر لحوحاً وجدران البيت تزداد بشروخها الطولية أكثر من العرضية لم أغادر استسلاماً لفكرة انهدام المنزل، بل كانت لدي قدرة الإصلاح، لكن الشمس لم تعد تشرق من النافذة في خاطرة تانية، تفضلي لكل عادته السيئة، وأنا ألود إلى الوهم ليكون صفتي ليسما يسقط الموصوف بين إذرتين تخيطان عدمه كخوف طفلة تهرب من عتمة أفكارها إلى عتمة الغرفة، إلى عتمة أسفل الغطاء، إلى عتمة التغميد، ولكل عتمة درجة أخف وطأة في التربية على مخاوفي سلاماً، 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 سلاماً أخبرنا، لنحكي اليوم عن أشوق الثاني من المواهب ونحنا بعدنا بموضوع الأدب، من الكتابة للرسم، أيضاً عندك شغافة محبة بالرسم، نحكي عن هذه الموهبة مثل ما قلت لك أنه أنا باعتبر الفن رسالة سوصي الرسالة والإنسان هو يلي لازم يوصل هي الرسالة سواء بالكتابة أو بالرسم أنا انطمت لفريق رابطة أدباء شباب سوريا منذ سنتين تقريبا والفريق قدم بكتير فرص لحتى شارك بالمعرض لحتى أظهر بشكل أكبر للناس ولحتى واجه نفسي وواجه العالم أنا بأفكاري وبشخصيتي وبكلماتي ولا أتي حالك بالرسم أو بالكتابة أي أنه أنا ملاقي الحالي بقيتاني لأنني أنا باعتبار بلا أستاذة باعتبر الفن هو صوت وكل إنسان عنده صوت posible بموهبة ما يعني مثل الرسم إلى الصوت مثل الكتابة إلى صوت وأنا بحب أن اتنوع دائن الأصوات لحتى توصل على ع 사진 ورسالة رابطتنا هي الحب والسلام سواء السلام الذاتي أو اللgins Gathering nay تمام شاركت نور بفعاليات بمعارض بامثيات سيؤلم باستفابتي من تاعة كل يوم خبرة ودعم أكبر إلك حلق بالنسبة لإلي الإنسان لما يكتب شغلة ويوقف على منبر يقول هاي الكلمة يواجه العالم يواجه العالم فيها يواجه بأفكار العالم مش يقليل هي بدل مسؤولية وكمان قوة لإله اليوم شو رسالتك بسؤال أخير شو رسالتك شو حاب يتبصلي يعني لوين حاب يتصلي اليوم حلمك خلي نقول حلق حلمي إنه وصر رسالة الحب والسلام لكافة الوطن العربي سواء بالرسم أو بالكتابة تمام إن شاء الله رسالتك بتوصل ليا نور ونطمئنا لك كل التوفيق ونجاح بخطواتك القادمة شكرا لكم إن شاء الله ممكن معتلك هاي دي هكذا الحلم هذا الحلم خلينا نقول عام اليوم للجميع إن شاء الله من خلال الأداب من خلال الثقافي الإعلام المقاومة نحن قادرين نوصل لهذه الرسالة شكرا لحضرتك ونطمئنا لكل التوفيق من مشوارك الأدابي والثقافي